السلام لبنات ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في ساحة جيدة سمحوا لي الي نغيب عليكم شويامي اللغ غالم نحاول اني نعطيكم فيديوهات لكم تحوسوا عليهم ولي طلبتوهم مني وكل خطر اني اللبي طالب من طالبات متاع المتابعين تاعي ونحكي لكم على بخدوي ولا على كشعب سائر لكم تحوسوا عليها اول حاجة قبل ما نبدأ نحكي لكم قبل ما تشوفوا الفيديو اكتبوا لي في كومنتير سيئة سيروم صالي اكتبوا وخلوا لي في التعليقات شكون سيئة ولقتي عليه نتيجة على بلي على بلكم واسم راح نهضر عليه قبل ما نبدأ ما تنزلو جدا ايمان صلاة سلام الحبيل مصطفى اللي شفت لا فيديو وصدفون تبخليش بلايك واشتراك تاعك اللي راح معنا جدد اول حاجة راح نحكي لكم على السيروم صالي والحلن تاعه للجميع مشاكل البشارة اللي عندها وجه ميدم ناشف ولا بشارة مختلط غير قاعدة معي تشوفي الفيديو اول حاجة راح نحكي لكم على كيف تعرفي بزاف يكتبوا لي كيفاش كيفاش نعرف النوع انتاع البشارة تاعي بزافرهم يلحقوني لي كومنتيرك ندير فيديو من هاد الفيديوهات انا نقول لك معرفة نوع البشارة يكون دائما صاب شوفي باشتاع عرفي بالتفصيل نوع البشارة تاعك في الليل ديري روتيني حادي نتاع الوجهن تغسليها بالماء بالصابون اي بخدويرك تستعملي هنا طوايج المهم تغسليها صباح تنضي الديريكت و ترحي باش تغسلي وجهك في هادك المرحلة تعرفي نوع انتاع البشارة تاعك تجي راح تغسليها اسكل ما في الديريكت اسكو حسيتيها نشفة اسكو حسيتيها شوية ميدمة شوية نشفة هادك هو النوع انتاع البشارة تاعك انا راح نقول لكم باللي سيروم صالي راح يصلح لجميع النوع البشارة سواء دهنية سواء مختلطة سواء نشفة وسيختي اللي عندهم حبوب و بوثور و اللي عندهم ذوك الرؤوس السوداء و اللي عندهم هذوك الرؤوس البيضاء كما يقولون لهم تاع الحليب هادوك المهم بسيروم صالي راح تتخلصي منهم نهائيا انا راح نعطي لكم بريقة نتاع الاستعمال الناتاع سيروم صالي كيف تستعملي الوجه نتاعك هي راح نفهمكم اول حاجة راح تستعمليها خطرة في النهار اللي هي اللي راح يكون في الليل كي تجي راح ترقدي بعد اللي راح تديري الروتين تاع الوجه نتاعك راح تغسله بصابون عادي تغسله باللماء تديري له مهم كل واحده و كيف تغسل الوجه نتاعك و قدر المستعطع والبردويل يتغسله اياما بعدها حكم يقطن ولا اي عبسة قدري تأبليكي بها هادك السيروم في وجهك وخليه يقطر كامل على وجهك حتى ينشف فهمتوني لازم اختراه في النهار ويكون في الليل بعد تغسل الوجه كما على بيلكم باللي لازم تغسلي وجهتعك وتأبليكي السيروم هادك وكما على بيلكم باللي السيروم صاليكي نستعمله دائما لازم نرطبه ولا نديره مرطب للبشرة انتحنا كما على بيلكم تيرتولي البشرة انتحه مناشفه راح يساعدكم المرطب باش تتخلصوا من هادك الجافف انتع الوجه بالمعنى الوجه انتعكم راح يرطب وسيحتو بعد اللي نزيدو نستعمله سيروم صالي فهمتوني المهم قدلكم سيروم صالي يستعمل في الليل بعد غسل الوجه الصباح كيت ناضي غسلي وجهك عادي تحبي تغسلي بالماء تحبي تغسلي بأي نوع ولا اي بخدوة ولا عبسة المهم سيرتو في راح نزيد نقلكم معلومة سيرتو في فصل الصيف نوما كانش الجافف وصخانة لبوتاعك راح تزيد تنشف وتبدأ تحوص غير على الماء وتبدأ تحوص على حاجة رطبة باش تحافظ على القاهوة منتا حفهمتوني لبناطي لازم تشربوا الماء ولازم ترطبوا الوجه انتعكم ويك دائما نقم عارفين فصل الصيف منتسعملوش لي فاندو تحولي انك دائما تتخلصي منهم لازم تستعمليهم جديري واقي انتع الشمس يكون يوين بالبشرة نتاعك ويكون مليح ما هليش قعمي يروحك من حاجة ونمي هاديك دو صاميل ولا طروة صاميل وروح يشيري انا راح نعطيكم انواع شبين انا راني نستعملها وشوفوا انا القرعاني وصلتها راهي راح تخلاص لي وراح نزيد نشيري واخد اخرى وراني شيريه واقي الشمس استعملي صراحة انا نصحكم بافين لانها هي الميل ان شاء الله راح نديلكم فيديو خصيصا على هادولي مارك انتع واقي الشمس لي صلحو وعلى حلو كيفية تتقدرية عارفها اسكتوين من البشرة نتاعك وعلى حسب البشرة تاعك كيفية تستعمليها ولا وش هو النوع اللي تستعمليها بلا متروحي لطبيب ولا تشيريها عادي معند فغماسي وخلاص بون كتهدية الفيديو تعناها اليوم كتهدية معلومة تعليم ان شاء الله ما يكونش بخلتكم ولي عندها معلومة وستعملتو كيفية استعملتو اسمكنت النتيجة انتحها ما تبخلنيش بالتعليق انتحها وعلى بادي مكاش اللي ما تعرفش باللي صيرو مصال لي يصلح للوجه المهم انا زي توصيتكم باللي كرة كيفية تستعمليها في هاد المرحلة واذا تستعمليها في الصيف استعمليه معه مرتب هكا باش تتخلصي من هادك الجفف انتاع الوجه انتاعك بون اه بقالي غنقلكم تهلا وفرواحتيكم ما تبخلونيش بلايك وتعليقاتكم الشابين وبالدعم انتاعكم والبارتاج والاشتراك نتلاقاو في فيديو ما جاء ان شاء الله اشتركوا في القناة